بعد أن تصدرت لعبة بوكيمون جو عنوين الأخبار فور طرحها بالأسواق دعونا في هذا العرض نلقي الضوء على سوق الألعاب الإلكترونية بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص فما هو حجم هذا السوق وكيف تحقق هذه الشركات العاملة فيه الأرباح بالنسبة طبعا لتطور مبعات سوق الألعاب الإلكترونية نتحدث هنا عن عدة نوع من الألعاب إن كان عبر الهواتف الذكية الأجزاء اللوحية أجزة الألعاب اليدوية والألعاب الإلكترونية وحتى الكاميرات الويب كل هذه الأسواق كما نلاحظ هنا أو كل هذه النوعية من الألعاب هناك تراجع في أحجامها عدى الألعاب عبر الهواتف الذكية والذي من المتوقع أن يشهد النمو خلال الأعوام القادمة من 24% في عام 2015 وصولا إلى 34% من هذا السوق من مجمل هذا السوق في عام 2019 أما بالنسبة للأرقام في الدولار طبعا النمو متوقع في المبعات من العام 2015 والذي بلغ حوالي 30 مليار و 400 مليون دولار أن يصل في العام 2019 إلى 52 مليار و 500 مليون دولار نتحدث هنا عن ارتفاع سنوي مما يعادل أكثر من 6% ولكن لو نظرا طبعا لعدد السكان الصين وهو يستحبط رقم واحد من حيث المبيعات من أكبر الدول نتحدث عن حوالي 24 مليار و 300 مليون جاءت في عام 2016 فقط من الصين كأكبر طبعا الدول في سوق الألعاب الإلكترونية أما في الولايات المتحدة نتحدث عن حوالي 23 مليار و 600 مليون كما نلاحظ في اليابان تأتي ثالثا وهذه الدول ككوريا وألمانيا وبريطانيا أرد أن تستحبط على نسبة مئوية جيدة من هذا السوق أما بالنسبة لحاجم سوق الألعاب الإلكترونية نتحدث هنا على الشرق الأوسط مستخدمون الأنترنت حوالي 506 مليون حاليا في الشرق الأوسط نتحدث نحن هنا عن مبيعات بـ 3.2 مليار والألعاب الإلكترونية حاليا تقف عند حوالي 301 مليون مستخدم طبعا أقل من مستخدمي الأنترنت ولكن نظرنا إلى الأرقام أيضا فتونس ومملكة العربية السعودية وإيران تستحوذ على النسب الأكبر أما بالنسبة للنمو الذي شهدناه من عام 2015 إلى 2016 كان نموه سريع جدا نحدث عن أكثر من 26 في المئة وهذا التوجه متوقع أن يستمر خلال السنوات القادمة البعض يتساءل كيف على هذه الشركات أن تحقق الأرباح نتحدث عن الهواتف الذكية والألعاب عبر الهواتف الذكية لأن معظم هذه الألعاب تأتي مجانا عبر التطبيقات مثل iOS وأيضا الأندرويد من جوجل وأيوس طبعا من أبل أما بالنسبة لكيفية تحقيق هذه الأرباح المرتفعة بداية عن الإعلانات من ممكن أن المعلنين أن يتم الإعلان عبر هذه التطبيقات أما بالنسبة للدفع مقابل ترقية إمكانية اللعبة هذا أيضا يستحفظ على جزء كبير من أرباح الشركات وبالتالي تتخاصم هذه الأرباح مع المشغل إن كان الـ iOS أو الأندرويد وحتى شراء اللعبة من أحد المتاجر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية من ممكن أن يكون ليس فقط مجاني ولكن قد يكون هناك مبلغ بسيط لتم دفعه للدخول في هذه اللعبة وبالتالي هذا الصوف متوقع أن يكبر أكثر فأكثر خلال الأعوام القادمة